التوك توك وسيلة النقل الوحيدة في مقدشو انتشارها العشوائي في العاصمة شكل عقبة أمام حركة المرور في الشوارع فنحو 40 ألف عربة تجوب شوارع العاصمة وحدها بلدية مقدشو حضرت استيراد عربات التوك توك وسمحت بتشغيل نصف العدد الموجود من مركبات التوك توك للحد من الازدحام والحوادث المرورية قرار منع استيراد مركبات التوك توك وتقسيمها إلى مجموعتين تتناوبان العمل شهريا خفض نسبة الحوادث المرورية في العاصمة كما حدا من مشكلة الازدحام المروري جزئيا مومن عبدالله واحد من بين آلاف شباب الذين يعتمدون على سياقة مركبات التوك توك لعالة أسرهم يقول إن تنظيم التوك توك أسهم في الحد من الازدحام المروري وضعف أجورهم اليومية وقف استيراد التوك توك وتقليص أعدادها يوميا ساعدنا كثيرا على الوصول إلى وجهاتنا بعد أن كنا نواجه صعوبة في التنقل بسبب الازدحام المروري كما أن أجورنا اليومية ارتفعت إلى الضعف قرار منع استيراد التوك توك وتقسيمها إلى مجموعتين تتناوبان العمل يوميا حيث تعمل كل مجموعة في الشارع خمسة عشر يوما قوبل بارتياح كبير من الشارع الصوملي قرار تنظيم سير عمل مركبات التوك توك حد من الازدحام المروري فانتشار المركبات العشوائي كان مزعجا للغاية حيث لا يلتزم الكثير من سائقيها بقوانين المرور غياب فرص العمل دفع العديد من الشباب إلى قيادة مركبات التوك توك التي يبلغ ثمن الواحدة منها أربعة آلاف دولار أمريكي لكن وقف استيرادها سيحرم كثيرين من فرص عمل محتملة التوك توك لم يعد وسيلة للنقل فقط بل بات بلجأ العديد من الشباب العاصلين من العمل ما ضاعف من انتشارها في العاصمة هو تطلب تدخلا من الحكومة المحلية للحد من ازديادها العشوائي بنغم تدعيات قرار منع اترادها على حياة كثير من الأسر الفقيرة التي تراها مصدر رزقها الوحيد الشافعة دون العربي بغدشو